اسبوع جديد بأخبار جديدة وتسريبات كتيرة ومهمة وللأسف كل حاجة لازم يبقى ليها نهاية عشان احنا قربنا على نهاية رحلة البص الخاص بValorant أداء غريب جدا من AMD على ويندوز 11 وتسريبات كتيرة جدا عن motherboard Z690 وتسريبات كمان عن معالج الجيل الـ 12 من انتل وكروت الـ 7000 من AMD ورماد DDR5 خلاص في طريقها لنا بس قبل ما نخش في حلقة النهاردة خلينا اتكلمكم عن سبونسر حلقة النهاردة اللوي CDK Deals لو انت لسه جايب الـ PC بتاعك علشان تلعب ومش فارق معك اي جيل جديد فتقدر تخش دلوقتي على ويبسايت CDK Deals وتشتري ويندوز 10 بربعة 8 وتعمل تحديث ويندوز 11 كمان مبلاش طبعا ده بعد تخفيض 25% مننا من خلال الكود اللي هيظهر دلوقتي واللي هتلاقيه تحت في الـ Description كل اللي هتعمله انك تدخل وتعمل sign up وتدور على النسخة اللي انت عايزها من ويندوز 10 وبعد كده تحط الـ Promo Code بتاعنا وتعمل buy now على طول من اي وسيلة من الوسائل اللي هتظهر لك وتاخد السيريال وتحطه عندك في ويندوز 10 وبكده وداعا لويندوز not activated واهلا بيكم في حالة جديدة من weekly news انا عادل فخري طبعا معي الحالة علشان تعرف وقت عندنا خبر سعيد شويتين لما كنتش خدت بالك طول الشهر اللي فات من المسابقات اللي كانت موجودة والبص اللي لف مصر فانت لسه عندك فرصة انك تروح event Valorant اللي هيبها موجود في مول الماظهة وعندك فرصة انك تلعب مع صحابك من يوم الثلاثة القادم للخميس لو انت مش حابب تلعب فانت عندك فرصة يومين الجمعة والسابت انك تشوف الفريق المحبب ليك او اللاعب وتتصور معاه لانه هيكون في فرق رعد وعبعيل والصحبة واوكيبي وكوبيم ولو حابب تتصور معنا برضو هنكون متوجدين هناك البيتكوين سعر وصل لـ 61 الف دولار الناس اللي كانت بتحوش علشان تجيب كارت وفاكرين ان اللي صارها تنزل نحب نقول لهم كملوا تحويش واحنا كمان هنكمل معاكم وبمناسبة الكريبتو احب اكلم صحابنا في الخليج عن سبونسر حالة النهاردة وهو منص ترين كتير من الناس بدأت تتوجه بالفعل ان انها تستثمر في عملات الكريبتو علشان بالنسبة لهم هي المستقبل او هي اللي هتقدم لهم احسن هامش ربح على مدار فترة وما درسينا كويس منصة ترين تعتبر اول منصة مرخصة لتداول عملات الكريبتو في الشرق الاوسط بالذات يعني مش منصة مرخصة برا ومسموح لك تتعامل بيها في دولتك وخلاص المنصة مرخصة بالكامل في مصر في البحرين المركزي وما فيش منصة واخدة نفس الترخيص ده غيرها وده يعكس مدى شفافية المنصة اللي احنا بنقدمها الوضع مش كده بس لا كمان هي بتقبل العملات المحلية لدول الخليج والدولارات كمان علشان تحول وتداول في اي عملة رقمية انت عاوز تداول فيها منصة ترين بتشتغل بطريقة قانونية وامنة بالكامل وبشكل رسبونسف جدا يضمن لك وصول التحويلات في اسرع وقت ممكن بدون التضحية بعنصر الامان على الاطلاق وكمان بتدعم اغلب بنوك السعودية ومجلس التعاون الخليجي وبتقدم لك احسن اسعار الشراء في المنطقة العربية وفي ميزة كمان انها بتقبل الوداع من خليج سواء بعملة البلد اللي انت فيها او بالدولار برضو وما تنساش انها متاحة ومرخصة بشكل كامل في المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة عمان البحرين والكويت وكل اللي هيسجل في الابليكيشن هيقدر انه يحصل على 20 دولار على هاية بيتكوين كمان كهدية من الابليكيشن والتفاصيل هتلاقوا في اللينك اللي تحت في الديسكريبشن تعالوا بقى نبص على حاجة كاريسية للأسف وهي اداء AMD على ويندوز 11 بعد اخر تحديث واللي بتوصل انها تكون ابطأ 6 مرات من اداءها على ويندوز 10 بسبب اداء الكاشل 3 الخاص بالبروسيسورات طبعا AMD وعدت انهم هيتعاونوا مع مايكروسوفت علشان يحلوا المشكلة في قرب وقت اللوقة تقريبا يوم الثلاث والله هو اعلم تسريبات بالجملة عن الفاء العليا من الجيل الجديد من الماثر بورد الخاصة بتجيل ال 12 من انتل وهي Z690 فيه صور تم بتسريبها لنسخة ال اورس ماستر ونسخة الميني اي تي اكس من اسوس راك بردو وبما اننا تكلمنا عن الماثر بورد فلازم نتكلم عن المعالجات الجديدة واداها بردو فعندنا بروسيسور 12400 وده الصراحة اداء ومباشر جدا بيجي بستة كورز و 12 تريد وكور كلاك 4 جيجا هيرتز والماكس بوس 4 و 4 من 10 وبالسهلاك طاقة 78 و 5 من 10 الاداية الخاص بالبروسيسور في بعض الحالات يتعدل 2700 اكس واداية 5600 اكس ايضا يجي واحد ويسألني ويقول لي وهي ايه لازمة الجيل الجديد اللي انت مصدعنا بيدا اقول له ايه الفوائد اللي يحصل عليها في الجيل الجديد وهي دعم الجن 5 وده طبعا يعني اداءه احسن ولا ننص برضه ان الدعم الخاص برامات DDR5 اللي هتيجي بترددات اعلى وبالتالي سرعة افضل بالحديث عن الرامات DDR5 فترددات الرامات حاليا بتوصل ل 6400 ميجا هيرتز ودي اعلنت عنها شركة جي سكيل فخلينا احنا في DDR3 اللي بتردد 1033 وبالفعل فيه كتس بايت متاح انك تقدر تشتريه عن طريق بعض المواقع والسعر اللي كان متاح بيها للكت 32 جيجا بايت هي 350 دولار نسخة شركة جيل وبصراحة انا مش عارف ببروناوسيت ازاي او بقولها ازاي انا دلوقتي يا سيدي انت هتشتري الرام بتعمل البروسيسور والموتربورد كمان يعني اتكلمنا عن كل اجزاء الPC ومش هنتكلم عن كروتي الشاشة ماينفعش هنتكلم عن فريق اللحمر او AMD في تسريبات عن الكروت بفاية السبعة تلاف التسريب ده ظهر عن اجهزة الALL-IN-1 الخاصة بHP الاجهزة دي المفروض انها تيجي بالبروسيسور الجديد الخاص بانتل والجديد كمان من كروت AMD ودي كل التفاصيل الموجودة عن الفاية دي وطبعا اكيد هايب فيه تسريبات جاية بتفاصيل اكتر في المستقبل وبمناسبة الحديث عن الفريق اللحمر وكروتي الشاشة فخلينا نتكلم عن صفحون سر حلقة النهاردة وهو جيجابايت 6600 نسخة الايجل فيه جهازة حاجة بتميزة وهي التصميم اولا ثانيا التبريد الخاص بيها بيجي بتلات مراوح مروحتين بيلفوا عكس عارب الساعة ومروحة بتلف مع عارب الساعة ودي تكنولوجيا بيسموها الويند فورس ده عشان تديك اداء احسن من ناحية التبريد طبعا وطبعا ما ننساش الهيت سينك والبايبس تصميمها كويس جدا وده بيخلي التبريد يكون احسن واداية الكرت في الالعاب لو هتلعب على 1080 هيكون كويس جدا لو حابب تتفرج عن مراجعة الكاملة للكرت من ناحية الاداية وكل شيء ففيه مراجعة عندنا على القناة هتلاقي اللينك اللي في الايفو وفي الديسكريبشن برضو تحت اللي هم لسه بيعملوا فير لمبايلات صحية ولا بطالة طبعا فشفتش الانونسوم بتاعة اتش تي سي يانهاري سوي بما ان انا اتكلم عن كروتي الشاشة فتكنية الفي ار موجودة من فترة والشركات كتيرة بتحاول تتنافس مين يطلع احسن اداف في الفي ار زي مثلا الاوكيليس ريفت والحلو في الموضوع ان الفي ار ما بقتش متوقفة بس عالجيمرز لسه اتش تي سي عامل عن الفي ار هادسة الخاصة بيها الفي ار هادسة هنا متوجهة للموبايل عشان كل الناس دلوقتي اكيد بتستخدم سمارت فونز وبتيجي بسبيكر ودول مايكروفون ونويس كنسليشن ومساحة داخلية 64 جيجا تقدر توصل على السمارت فون او السمارت في بتاعك وتلعب او تفرج على اي كون انت انت عاوزه اه الفي ار دي هتيجي بسعر خمسمية دولار ومتاح علي ان انت تعمل بري اردر وهتبه متاحة للشراء في شهر نوفمبر ان شاء الله المنافس الازلي اللي موجود من زمان قدام باتلفيلد هو كولوف ديتي بالاخص وارزون ولسه تم الاعلان عن الانتي تشيت انجين الجديد الخاص بيهم وبيستعرضوا عضلاتهم بيه وبيتحدوا الناس ان هما يقدروا يكسروا الحماية ويستخدموا اي هاج بعد الانتي تشيت الجديد ده يومي بقى يطلع تسريب يقولك ان الشيت انجين كورنل فايلز اصلا مع الهاكرز بسم الله واشاء الله تمامي اكتيفاشن بس بيقولك برضو ان الملفات اللي معاهم ملفات قديمة وغالبا مش هتأثر على اداة الشيت انجين الجديد وحتى لو طلع حاجة هتتقفش هنشوف طبعا كل ده في المستقبل اللي هيحصل لو انت وصلت لغاية هنا فانت كده متابع هارد كورد لينا ونحب نشكرك على وقتك اللي قضيته معنا طبعا اخر خبر معنا النهاردة وهو ابل ولقطة المؤتمرات اللي بتعملها كل سنة ويعني السنة اللي فاتت عمل المؤتمر بتاعهم قبل مؤتمر وان بلس وان بلس اضطروا انهم ما يأجلوا المؤتمر بتاعهم اعلنوا ان المؤتمر هيبقى يوم 18 اكتوبر اللي هو قبل مؤتمر جوجل اللي هيتم فيه الاعلان عن جوجل بيكسل 6 طبعا التسريبات بتقول انه هيتم الاعلان عن الماك برو والماك ميني والشرايح الجديدة اللي هي الام 1 اكس او ال 2 اكس وطبعا الاربود الجديدة وبكده اخبارنا النهاردة تكون خلصة ياريت تولينا رأيك في الكومنت ستاحكم وتنسيش اللايك والشير وسبسكرايب اشوفكم بحلاج دية من ويكلي نيوز انا معكم عيد الفخر سوا عليكم